أقامت مدينة الإنتاج الإعلامي احتفالية كبرى بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة الاحتفالية تضمنت تكريم عدد من الفنانين والمخرجين وكتاب الدراما الذين تركوا بصمة لا تنسى في تاريخ الدراما العربية إلى جانب تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين شيء جميل الشكل العام بتاع المدينة تغير تماما دي كرات جديدة بلاتوها جديدة شيء جميل جدا فيه تغير حصل جامل جدا ان مصر الحمد لله رب العالمين يعني احنا لنا الفخر ان احنا ننتسب إلى مصر إلى مدينة الإنتاج الإعلامي أعظم الأعمال وكلاسيكيات الأديمة كلها كانتين هوت يعني قد ايه احنا عملنا أعمال رائعة هنا قد ايه عملنا فن متقدم بنفتقده إلى حد ما شوية دلوقتي مدينة الإنتاج الإعلامي كانت بتنتج قبل كده وكانت بتعمل أعمال رائعة أول دي كور تبنى فيها تبنى مثلا كان سنة 94 دي كور ميدان المنشوية اللي عملنا فيه في المناصر وبعدين دي كور حيسكندرية اللي عملنا فيه مسلسل الشرع الجديد يعني كانت ابتدت المدينة تبني أماكن تصوير خارجي وكنا بنيجي نعمل فيها مسلسلاتنا وبعد كده اشتغلت من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي نفسها أكتر من عمل فني يعني لو رجعنا فلاشباك كده أنا كان آخر مسلسل كبير إنتاج المدينة قصة حياة العالم مصطفى مشرافة أنا اتشرفت ببطولته مع المخرجة عن عام محمد علي والحقيقة كان المستويات الرائعة جداً لأنتاجتها المدينة بإمكانيات في هذا الوقت تعتبر محدودة ولكن طلع مستوى حقيق كبير جداً قبل كده كل مكان في المدينة أنا لها فيه ذكرى لو قلنا الحي الريفي هفتكر مسلسل مكلسوم وبداية حياته مكلسوم في الحي الريفي لو قلنا مسلسل أميرة فعبدين اتعمل في الحي الشعبي هنا الحقيقة مدينة الإنتاج طبعاً إحنا لدينا تاريخ طويل قوي معها من ساعة ما انشأت وكنت محظوظ أن أنا كنت تقريباً من أوائل الناس اللي دخلوا وصوروا في المدينة لما كانت لسة تحت الإنشاء كنا بنصور في المناصر 56 وكان ساعتها من إنتاج قطاع الإنتاج بالتلفزيون فشفت طبعاً المدينة وهي بتتبني لسة طوبة طوبة وكان الحقيقة إنجاز أيامها غير مسبوك أنا واحد من الناس اللي لحقت خير مدينة الإنتاج الإعلامي أيام ما كانت بتنتج أعمال ترامية إلى يومنا هذا ما فيش مسلسل واحد في طعمها فسعيد جداً بالاحتفال بمرور 25 سنة من عمر المدينة وبتمنى لللي جاي إن شاء الله أحلى وأحلى بكتير من اللي فات وترجع مرة تانية لريادتها المعهودة أكيد سعيدة وفرحانة جداً ويمكن عملت أكتر من عمل وسورنا أكتر من برنامج ويكفي بس إن أنا ليه ذكريات في بداية إنشاء هذا الصرح وكنا بنيجي والدنيا كانت لسه الطوب موجود يمين وشمال والديكورات وحدودة بتاعة الأحياء اللي هتتعامل وتتبني والرمل والحاجات دي كلها فعايز أقولك إن أنا حضرت كل ده مدينة الإنتاج العلامي كانت من أكبر جايات الإنتاج في مصر بعد قطاع الإنتاج أو نقدر نقول مع قطاع الإنتاج لكن هي يعني شان بدأت بعديه بشوية جاها كبيرة جداً ومهمة جداً ورجوعها مطلب كبير لنا كلنا لأنه لازم يبقى فيه أكتر من جهة حكومية بتساعد وبتدعم الفن والفنانين في الفترة اللي احنا فيها دي مصر هي رائدة الفن في الوطن العربي كله لازم مكانتنا ترجع زي الأول وأكتر ومش هترجع إلا برجوع كيان كبير زي مدينة الإنتاج الإعلامي أنا دخلت مدينة الإنتاج الإعلامي أول ما فاتحت أصلاً يعني كان ليه الحظ إن أول كانت في الصحرة لسه كنت بروحها بقى في وسط الصحرة كنت بقى ترعب وأنا رايحة مدينة الإنتاج الإعلامي فأنا واحدة من الممثلات اللي كان ليه تاريخ طبعاً مع مدينة الإنتاج الإعلامي وعملت فيها أعمل كثير جداً وأنا بقول المدينة الإنتاج دي كانت صرح كبير قوي وطلعت عدد كبير من الفنانين يعني كانت واقفة وراهم يعني وطلعت عدد كبير من المسلسلات الجميلة اللي ما تتنسيش لحد دلوقت ترجمة نانسي قنقر